طارق ياني ماذا عن أجواء زيارة ديقلو إلى جوبا ونتائج هذه الزيارة؟ نعم سينار هذه الزيارة وفقا لتصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والمحمد حمدان ديقلو عقب عودته من عاصمة دولة جنوب السودان مدينة جوبا في هذه التصريحات قال بأن هذه الزيارة تناولت محاور ثلاث هي المحور الأمني حيث تطرق الجانبان مع رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كيرميار ديت ضرورة ترسيم الحدود وأيضا قضع الطريق أمام كل التفلتات التي تنشأ في هذه الحدود ما بين السودان ودولة جنوب السودان أيضا ضرورة فتح المعابر لما لها من فوائد وفقا لنائب رئيس مجلس السيادة في تصريحاته من فوائد اقتصادية يعود نفعها على الجانبين وأيضا عبور النفطة جنوب السودان وأيضا تزليل كل العقبات الاقتصادية ما بين الدولتين أيضا تطرق اللقاء المشترك إلى القضايا الخاصة بسلام دولة جنوب السودان بين الأطراف الجنوبية التي وقعت عليه ونذكر هنا بأن السودان هو أحد الضامنين لهذه الاتفاقية اتفاقية سلام دولة جنوب السودان والسودان أيضا هو بوصفه الرئيس الحالي لهذه الدورة الحالية لدول الإيقاد ودولة جنوب السودان هي من ضمن هذه المنظومة منظومة دول الإيقاد لذلك السودان يحرص كرئيس لدول الإيقاد لتعزيز السلم والأمن في هذه الدول الثمان لذلك هذه الزيارة أيضا بحثت سلام السودان الذي يوقع في دولة جنوب السودان وضرورة تنفيذ بنوده أكد رئيس دولة جنوب السودان لنائب رئيس مجلس السيادة السودان التزامه بالسلامين سلام دولة جنوب السودان وسلام السودان وحرصه على أن يعبر هذا السلام ويحقق غاياته في أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين أيضا تناول هذا اللقاء ضرورة تكامل العلاقات الاقتصادية وأيضا الدفع وتعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين لذلك هذه الزيارة وفقا لمراقبين أنها أحدثت اختراقا في الجوانب الأمنية لجهة تناولها لقضية ترسيم الحدود وأيضا الجوانب الاقتصادية في فتح المعابر وأيضا قال نائب رئيس مجلس السيادة السودان في تصريحاته أنه لا بد من معاملة مواطني بلده في دولة جنوب السودان أسوة بمواطني دولة جنوب السودان وهذا اختراق في هذا الملف لمواطني دولة السودان الذين يقيمون في جنوب السودان إذن هذه الزيارة وفقا لمتابعين أن لها ما بعدها في تعزيز العلاقات وأيضا في الدفع قدما في مسيرة السلام خاصة سلام دولة جنوب السودان وسلام السودان وأيضا بحث هذا اللقاء ضرورة التواصل مع الذين لم يوقعوا على اتفاقية سلام السودان التي تمت في عاصمة دولة جنوب السودان وهما حركتا عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور لذلك هذه الجهود وهذه اللقاءات المشتركة وفقا لمتابعين لربما تفضي إلى تهيئة الأجوال توقيع الذين لم يوقعوا على اتفاقية السلام لاستكمال سلام السودان الذي تم التوقيع عليه في حاضرة دولة جنوب السودان مدينة جوبا اشتركوا في القناة